السلام عليكم أهلا وسهلا متابعيني الأعزاء في قناتي هيا نتعرف على تفاصيل حدث اليوم توفي شخصا ليلة السبت الأحد عقب انقطاع الطيارة القهربائي في مستشفى الجاردنز بالعاصمة عمان وقال مصدر طبي أن سيدة ستينية مصابة بكورونا تركض في المستشفى منذ نحو ثلاثة أسابيع توفت عقب انقطاع الكهرباء وأضاف أنه توفي رجل كبير في السن أيضا أثناء انقطاع الكهرباء فيما وصل عقب ذلك إلى المستشفى وزير الصحة يرافقه محافظ العاصمة وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة ووعد الهوار أهالي الضحايا بفتح تحقيق في الحادثة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه الراجعون سائلنا المولى عز وجل أن يرحمهم ويغفر لهم وأن يرزق أهلهم وزويهم الصبر والسلوان أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة وأرجو منكم الدعاء لهم بالرحمة دمتم سالمين